شكلك كنت شاهل قبل كابتن تامر مصطفى كتير بصراحة أنا حايز اسميك طبعاً ليه كنت زعلان قبل كابتن تامر؟ عشان ما تشاركش بس؟ ولا عشان كنت زعلان على الفرقة؟ لا عادي ممكن انت ما بتشاركش يعني فيه متشاط كتير مع كابتن تامر بصو يقولك دايماً أنه اللعيب اللي بيقام يتدايق عشان ما بيشاركش فيه دايما المدرب بتاعه؟ لا يعني بص هقولك على حاجة فيه متشاط كتير ما شاركتش فيها مع كابتن تامر بصو كنت بروح يعني حتى لو أنا برا للسكور بلبس يدومي وراح أتفرج على الفرقة أوف معاهم وأشجحهم ويكسبوا بتاعه مدرب بيبقى وصل لمرحلة أنه هو بيخلي اللعيبة تحب بعض اللعيبة تصك فيه هم حاجة اللعيبة يصك فيه مدرب طب ليك بتزعلان قبل كده؟ يعني فيه مدربين كريم ما بتبقاش مفهومة يعني هو مش عايز يستفيد من العجوز بأي حاجة أو هو يعني أسوأ حاجة في المدرب أنه هو يعمل دماغه بدماغ اللعيب اللي هو يفكر في اللعيب اللي هو يشوف اللعيب ده رد فعله وإيه وتصرفاته وإيه لا خلاص أنت ما بتلعبش اللعيب أو أنت ما بتشاركوش تجنبه عشان طبيعي أي لعيب ما بيلعبش بيبقى متدايق شوية بيبقى زعلان بس هو ده اللي كم آآ يعني وحال الفرقة أكيد وحال الفرقة طبعا طبعا لا قابلت في أول السنة حاجة كتير قوي وحشة مدايقاني الحمد لله دلوقتي يعني مش عايز أشمت ولا عايز أطلع لساني لحد ولا عايز أدايق حد لا الحمد لله بأحمد ربنا في الجون الأخير بتعملات سراميكا ده وأنا بسجد واللعيبة كلها جنبي أنا بعملش هاي غير أنها بقول الله ملك الحمد أنا مبسوط وفرحان أن التعب بتاع الوقت اللي فات ده أنا من النوع اللعيبة اللي هو أنا لو ما بتلعبنيش أنا أخش أكسر الجيم أنا هنزل التمرين ثلاثة أربعة هيتطلع بشتكوا مني أن أنا ضربتهم بغل في التمرين بحاول أعمل أقصى حاجة عندي عشان خاطر لما ملعبشي ما جيبش اللوم على نفسي فأنت متحس أنك بتعمل اللي عليك بس مكشوه مفيش مقابل مفيش مساحة مفيش مساحة مفيش مساحة